من سمات هذه الحرب مثلا انه ابو تريكا وهو انسان نبيل يعني عمل حاجة يعني محترمة جدا في مستشفى 57-57 هو منو الجزيه وتبرعه بجهاز محترق حتى هم الجهاز اللي اتبرعه بيه قيمته اقل من الاسم اللي محطوط عليه يعني الجهاز مثلا ب150 الف جنيه هم حطين اسم مع منو الجزيه على قضى فيها جهاز ب600 الف جنيه لكنه تقديرا ليه عمله ده طبعا الاخوان مولعين قصة ابو تريكا عارفين انه الراجل الناس بتحبه الجماير بتحبه وبعدين قصة خطة احمر مفيش خطة احمر مفيش حد فوق القانون مفيش خطة احمر خالص ولا الرئيس السيسي خطة احمر مفيش حد خطة احمر مفيش خطة احمر خالص مفيش خطة احمر كله امام القانون سواء فيه اتنين الرؤساء الجمهورية بيتحكم وبيتحسب مفيش خطة احمر الناس الرؤساء الجمهورية سابقين فيش خطة احمر بدءا من رئيس الدولة الاصغر واحد مش عايز مها خطة احمر ينسوا الكلام ده فهم عشان طبعا شعبية في الصفر فاتلككوا ان واحد شعبيته عالية زي محمد ابوتريكا فبدأت الحرب الالكترونية الشغالة منها انه قالك انه المعهد 57 او مستشفى 57 شالت اسمه من على التبرع بتاعه في المستشفى بعدت واحد من زملائي في التو واللحظة يعني طوله بقولك ايه انت ساكن فين هناك مش كده قلتلوا وروح على هناك وكتب لي ورقة بتاريخ النهاردة عشان الناس تعرف قادي الصورة قادي الجهاز الاحد عشرة خمسة 2015 محمد ابوتريكا مانويل جوزيه وتاني قلتلوا الله خليك سور لي كده كم صورة الله يسترك عشان بس الناس تسمع الاحد عشرة خمسة 2015 كابتن محمد ابوتريكا مستر مانويل جوزيه اهو يا كدبين يا كدبين بس كل كلامهم كده كل رواياتهم كدب في كدب كدب في كدب انا يعني انا ما بتكلمش في الموضوع ده لانه هذا امر امام القانون خلاص وكابتن ابوتريكا قدم تظلم خلاص لو برقة حيقولوله برقة لو مش برقة حيتحفظوا على الاموال ويفضلوا يكملوا زيه زي غيره مش محتاجة كل الدوشة ديول الموضوع على فكرة داخل في شهر يعني لحد ده فجرته جريدة الوطن بس انا ما بقولكوا يطلعوا بقى على الصفحات والحرب الاكترونية والحق والناس هم الناس تصابها خمسين ضد الارهاب هم عندهم وربنا عز وجل كريمهم بتبرعات لها حصرة لها لانه اللي يشوف اللي يروح سبعة وخمسين دي ييجي قلبه حزين جدا وسعيد جدا حزين لانه عندنا نسبة كبيرة جدا من امراض السلطان سعيد جدا ان عندك نسبة كبيرة جدا بيتم شفاقها من فضل الله بهذا الجهد اللي بالمجان حدش بتفع جنيه اللي بتخلناك بتفعش جنيه وكلنا لما ربنا بيفتح علينا وبرروح نعمل لهم حاجة هناك بيبقى قلبنا طاير من الفرحة وتروح تدفع جنيه نفسك تدفع الف تدفع الف نفسك تدفع مليون وهكذا فهي بتاعت ابو تريكا موجود لسه الكلام ده من ساعتين على فكرة قبل الحلقة مباشرة بصورها ناس ساعة تسعة كده خليت حد يعني من زملاء ناس سورنا ساعة تسعة بالليل تسعة تسعة ونص بالتاريخ يا كدبين يا أفقين كفاكم كذبا خلي بالحضراتكو بقى الناس مش هتصدق ده وحتصدق الإشاعة زي لما قالك أنا بعد المباراة بتاعت ادفاع الجو وقلت على أكساتكو واجبها له منها كتمن شهر عشرة وانا متكلم الكلام اللي انا قلته كان على بيانهم عاملين الولايات في شهر عشرة وفي السياق تاني